توتر عراقي أمني خيم على العاصمة بغداد وأيضاً توعد حكومي بالمواجهة والضرب بيد من حديد هذه المواجهة أشعل فتيلها في الواقع عودة زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي للتهديد ذلك على خلفية اعتقال قائد كتيبة الصواريخ في العصائب والمتهم أصلاً بإطلاق هذه الصواريخ وشن الهجمات وهو حسام الأزرجاوي وكما قلنا متهم بالوقوف وراء هذه الهجمات على السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء بشكل عام وكانت السفارة الأمريكية تعرضت بعد الخميس لهجوم بواحد وعشرين صاروخاً من نوع كتيوشا ورغم أن الهجوم لم يؤدي إلى خسائر في الأرواخ إلا أنه عد الأعنف على المصالح الأمريكية في العراق منذ عام 2010 الحكومة العراقية اتهمت في واقع الحال من وصفتهم بالخارجين عن القانون بالوقوف خلف الهجوم وأيضاً خلف زعزعة أمن البلاد بأسره وهو مصطلح عادة ما تطلقه الحكومة حين تشير إلى الميليشيات المرتبطة بإيران هجوم السفارة ليلة الخميس دفع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي للتلويه بمواجهة حاسمة مع الميليشيات وعد أن الميليشيات الخارج عن القانون تزج العراق في مغامرة عبثية ورغم توجه الأنظار إلى ميليشي عصائب العصائب إلا أن سياسيين عراقيين أشاروا أيضاً إلى دور ميليشي حزب الله العراقي في هذا الاعتداء من جهة أخرى قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد بسرعة على أن ترسل سفيرها في العراق إلى أربيل أو إلى قاعدة الأسد الجوية شكراً